بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الذين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رهيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رهيت لي ساجدين قال يا بني لا تقصص روياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخو أحب إلى أبينا لنا ونحن عصبة لنا أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الدب يلتققوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصفون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أني يأكله الزيب وأنتم عنه غافظون قالوا لئنك له الزيب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهو لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبذون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزيب وما أنت ببومن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسهم أمرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاذا وقال يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزايدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوام عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليروسف في الأرض ولنعلمهم من تاوين لحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشجده آتيناه حكما وعما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لبواب وقالت ميت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ندين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فزالكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصمت ولئن لم يفعل ما آموا ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهدين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأى ولايات ليسجننهم حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قمرا وقال لآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بلآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعطوب ما كان لنا أن نشرك بالله شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن آهربام متفرقون خيرون من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميته وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سزطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربهم خمرا وأما لآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي لهم الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في استرم بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سوء بلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافكوني في روياي إن كنتم للرويا تعبرون قالوا أبغاص أحلام وما نحن بتاويل أحلام بعالمين وقال الذي ندى منهما وادكر بعد أمةنا أنبئكم بتاويله فأرسموا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدهم فزروا في صوب له إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاسم الناس وفيه يعصرون وقال الملك أوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحص حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أوتوني به أستقلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأدروا لآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزه بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوفي الكيل وأنا خير الموزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا مكتل وإنا لهم لحافظون قال ألا منكم عليه إلا كما أبنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة ليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موسقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موسقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من بواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعفوب قضاء وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر من الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نية والعير إنكم لسارثون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارثين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استقرجها قالوا من وعاء يخيه كذلك جدنا ليوسف ما كان لياخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد حدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل عسى الله أن ياتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما مما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرر وجئنا ببضاعة مزدات فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال ألعلمكم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذنكم جاهلون قالوا أهنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على ودي أبيات بصيرهم واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وليه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاوير رياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدوم بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب محي إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم ينقون وما أكثر من الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه نجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفهموا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة ضغطة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون